قبر اولي عادنا عن قمر مارو والاسئلة اللي سوتها على حسابها بالانستقرام قمر مارو يا حبايب نزلت على حسابها بالانستقرام هذا الستوري بهذا الستوري يا حبايب طابلت بمتابعها انه يسألوها اسئلة فوحة من الاسئلة اللي اجدتها هو قمر طرعيني على التلفزيون فهي ردت علي ان ان شاء الله بس هي تطلع وسؤال الثاني يا حبايب اللي جاوبت عليه واحد قلها ان لوازم سوين ده فيديو عن ميكياج وميكيس صباحي فردت علي ان هي تلب من خلال انه هي راح تنزل مقطع لقناتها باليوتيوب وهذا المقطع سيكون مقطع عبارة عن ميكياج واحد متابعين طلب عادها صورة تكون مسوي بيها ميكياج مرعب اعطت هذه الصورة وقعت عليها قديمة شوية تاسئلة يا حبايب ممكن لاش مهم اللي حاب يقراها اما بلتبع النور ماري يا حبايب فالنور ما نزعلها سباب الانستقرام في هذا الستوري وشن ديع الميكياج خلاله وشن كاتب علي يا حبايب انه هذا اقوى فيديو كان ممكن انه يموت بسببه فيعني وفاة نور مار كان ممكن ان اصمح الله اما بيثبت لي يا رامار يا حبايب في يا رامار نزلت على سباب الانستقرام شوية تشتوريات او هذا البوست يا حبايب اللي كان بهذه الصورة كانت كتبة عليها اذا لم تكن لديك الرغبة في المخاطرة فعليك ان ترضى ان تكون الشخصا عاديا ومتابعين صاري حبايب يصار يتوقعون انه يا رامار تقصد نور مار بكلامها وهي منطلعت من فريق نور مار نوعا ما هي خاطرة ولكن نوعا ما ما حبت تكون انسان عادي تخلص من اخبار فريق نور مار يا حبايب خليني نروح لليوتيوبر الباقين فأوليوتيوبر راح نحتي عليه هو امير وشنك قالت علي محمد فامير نزلت على سباب الانستقرام وهذا الستوري وشن تقول بي يا حلوين ورب اشتغطيكم راح ترجع ليوتيوب هذا فترة حبت انه هي تقطع على موت شوية تاخد استراحة واخر جاءت لهم بليز لحد يطلب من عندي انه هي سوي شي متريدة او تحتي عن الشخص هي متريدة والي هو واضح انه تخص ضد محمد كريم بكلامها انه ميتر تتحتي عليه ويوتيوبر بعد يا حبايب هو مملكة القصص وصل القناة للأربعمية وخمسية الف مشترك فان شاء الله الف مبروك و اقبال خمسمية الف مشترك فيا حبايب لا تنسون ان تشتركوا بالقناة تحاول مصد خمسمية الف مشترك بسرع وقت وتباركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز وبيضوا حبايب منه الصلاة مقطعات من مقرات جابكم لا تحطوه لاكتركم بالقناة ترونيكم فيه زياما قاتلينك للقصص ومع السلامة